فتح رئيس الوزراء في مقاطعة كابك فيليب كويار الباب أمام إمكانية ربط الرسم المفروض على الأهل للعناية بأطفالهم في دور الحضانة في مراكز الطفولة الصغيرة المعروفة باسم سي بي او ودور الحضانة الأخرى التي تدعمها الحكومة بدخل الأسرة وأشار كويار إلى أن لا أحد سيعترض على فرض رسم بقيمة عشر دولار على سبيل المثال لمن يتقاد دخلا سنويا مرتفعا وبأنه وبواسطة هذه الوسيلة فأن زيادة على رسوم الحضانة لن تحدث صدمة في أوساط الأهل لأن الصعوبة في تسديد رسوم حضانة أكثر ارتفاعا تكمن في أوساط الطبق الوسطى والأسر المحدودة الدخل وأوضح رئيس الوزراء كلامه مشيرا إلى أن الحكومة لن تتخذ أي قرار متسرع بهذا الصدد وبأن فكرة ربط الزيادة بمدخول الأسرة ستكون مطروحة على طاولة بحث لجنة المالية التي ستعكف على دراسة الملف في غدون الأشهر المقبلة أثارت عودة النائبة جولي بولي إلى الجمعية الوطنية جدلا بسبب تصرفات لا ترقى إلى منصبها في البرلمان فقد أومت بولي بيدها بحركة غير مشرفة باتجاه نواب المعارضة الرسمية الممثلة بالحزب الكيبكي في أعقاب طرح النائب عن دائرة ذيرشير استفان برجورون سؤال حول مثولها أمام لجنة شاربونو واضطرت النائبة الليبرالية إلى تقديم اعتذار لاحقا إنما أصرت على وصف السؤال الذي طرح عليها بأنه مغرد جائر ومهين بحقها وأكدت بولي أنها تصرفت بطريقة لا إرادية وبأنها تأسف على الحركة التي قامت بها نعيد التذكير أن بولي عادت أمس الاثنين إلى الجمعية الوطنية بعد أن تغيبت عن افتتاح الدورة البرلمانية الأسبوع الماضي بداعي الحصول على فترة استراحة بعد الاستجواب الذي خضعت له أمام لجنة شاربونو لا تستبعد الحكومة في مقاطعة كيبك إعادة بناء جسر ميرسي الذي يصل بين مدينة موريال والريف سيد مع تذكير أنه مدى قرابة ثمانين عاما على بناء أقدم جسر أو أقدم جزء من الجسر المذكور الذي يتدهور وضعه بسرعة فعلى الرغم من أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها كل ثلاث سنوات على جسر ميرسي فأن الجسر الذي يطاله الصدق لن يتمكن من الصمود طويلا أمام حركة اثنانة وتمانين ألف سيارة تمر عليه بشكل يومي طلب رجل الأعمال توني أكورزو من محكمة الاستئناف الاستماع إلى قضيته للاعتراض على الدعوة التي وجهت إليه للمثول أمام لجنة شاربونو وأوضح محام أكورزو بأن المحكمة ستعكف على دراسة ملف موكله يوم الخميس المقبل وأثناء انعقاد الجلسة سيتم تقديم طلب لإرجاء تنفيذ الاستدعاء بحقه من المحكمة العليا بانتظار صدور قرار محكمة الاستئناف نعيد التفكير أن أكورزو خسر الشكوى التي رفعها مطلع الشهر الحالي إلى المحكمة العليا للتنصل من المثول أمام لجنة التحقيق من سجنه في بانما شن المدير العام السابق للمركز الجامعي للصحة ماجيل أرتور بورتر هجوما لاذعا على لجنة شاربونو مؤكدا بأنه وقع ضحية التشهير والافتراء فقد اعتبر محاقق تابع للذراع المسلح للوحدة الدائمة لمكافحة الفساد بأن بورتر يقف وراء أكبر عملية فساد في تاريخ كندا ووصف بورتر التصريحات التي وردت الأسبوع الواضي أمام لجنة شاربونو بأنها مغرضة بحقه لسيما وأنه لم يخضع لأي محاكمة ولم يصدر عليه أي حكم حتى الساعة وبأنه غير ضالع بأي عملية فساد وينتظر طبيب بورتر صدور قرار بترحيله إلى كبك حيث يواجه اتهامات بالفساد وتبييد الأموال والتواطئ وإعادة استخدام أموال الجرائم في فضيحة الرشوة المالية بقيمة 22 مليون ونصف مليون دولار والتي حصل عليها وفق الإدعاءات منصفة إلى جانب ذراعه الأيمن يناي الباز من قبل مسؤولين سابقين في شركة الاستشارات الهندسية سأنزي لافالا لقاء منحها عقد بناء المركز الجامعي للصحة مجيل أعلن وزير المالية في كبك كارلوس لتو عن طرح الموازنة المالية للعام 2014-2015 في الرابع من حزيران جوال مقبل عند الساعة الرابعة من بعض الظهر في الجمعية الوطنية هذا مع التذكير أن الموازنة كانت مرتقبة سابقا في الخامس من حزيران توجه النائب بير كارل بيلادو أمس الاثنين إلى الجمعية الوطنية على كرسي متحرك إثر تعرضه لحادث علامة درجته الهوائية أدى إلى استشفائه لمدة أسبوع وشدد بيلادو في مؤتمر صحفي على رغبته في مباشرة عمله بسرعة في البرلمان وبأنه يعي أهمية الدور الذي يلعبه في صفوف المعارضة الرسمية كناطق نائب لسان الحزب الكبكي عن التنمية الاقتصادية وأثارت العودة السريعة للنائب بيلادو مفاجأة في أوساط السياسيين علما أنه خرج من المستشفى يوم الأحد الماضي وتحدث الأطباء عن إمكانية لوجوءه إلى استراحة لمدة ثلاثة أشهر للتعافي من الكسور والإصابات وبدد النائب الشائعات التي تطرقت إلى إمكانية عدم رغبته في استكمال الولاية النيابية له وبأنه يعتزم الانسحاب من المعترك السياسي والمعروف أن بيلادو هو من بين الأوفر حظا لخلافة بولين ماروى على رئيس الحزب الكبكي في الخبر الأخير عاد وزير الشؤون البلدية بير مورو عن تصريحاته التي أدلى بها الأسبوع الماضي فقد تعهد الوزير وإلى جانب الحكومة الفيدرالية في أوتوا وبلدية لاك ميغانتيك وشركة فورتريس التي قامت بشراء شركة مونتريال مين اند انتلانتيك بإجراء دراسة حول إمكانية تحويل مسار خط السكك الحديدية للالتفاف على وسط بلدة لاك ميغانتيك حيث سيتم تخصيص مبلغ مليونين ونصف مليون دولار لإجراء الدراسة المذكورة وتم الإعلان عن إجراء الدراسة بسبب التفاوت الكبير والملحوظ في الكلفة التي توصلت إليها الدراسات السابقة حول هذا الشأن مع هذا الخبر ينتهي الموجز نلتقي مجددا على رأس الساعة